اول حاجة منطلقة عنا دائما كنقول القانون اي فعل كيف ما بها يكون الفعل للانسان يجب أن يعرف سواء كان تصرفا ايجابيا او سليبيا الحمد لله في المغرب عدنا واحد الدستور دي 2011 فصل 11 دستور كي يقول المواطنين والمواطنات ضمن شورته كيفية كي حدى واحد نص نظيمي الحق في تقديم اقتراحات في مجال تشريع هاد نص نظيمي خرج في اعلان كيفاش يمكن تقدم هاد الملتمازل تشريع كيفاش يقدموه ناس انا مواطن وانتا مواطن وهي مواطنة عدنا واحد الفكرة اما بغينا نغيرو واحد نص غير مطروح النقاش او بغينا نقدموه مقترح على شي ناص مطروح النقاش اسماء بالنزل شنوية وهو القانون مشروع القانون المالية 5022 هو هذا اللي ديال 2023 اللي درت فيه واحد مدكرة تقديمية هاية واللي السيدة الوزيرة وقفت في البرلمان مدة 28 دقيقة ودرت واحد الاستعراض العام لهذا المشروع هذا في طن نقاش الدستوري ذاقي القبط لبرلمان هير ليت صنط واللي شاف ايطلقى بان السيدة الوزيرة اما غفلت او قصدت ولكن احنا نديره حسني نقوله غفلات ماني عن غير قصد سهوا بانها لم تتناول الرياضة باتاتا بالمطلق فتناول شنوية الارقام مخصصة القطاعات الحكومية يمكن السبب وهو ان الرياضة في هادة تشكيلة الوزارية الجديدة دي الحكومة دي ما بقيتش مستقلة ولا الرياضة تبع المن تبع الوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي مو احد الناحية اللي فكر اللي حط الفلسفة ديال هاد الوزارة هدي يمكن كانت عندو ابعاد نبيلة شنوية باش نوصلوا يعني دراسة رياضة مزيان نجمعهم ولكن غفلت علي واحد الحاجة بانه الهيكلة والبنية التحتية ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي عنده حاجات عديدة ومتفرعة بشكل يصعب على داك النائب ديال التعليم ولا داك موديل اكاديم ولا داك الوزير على انه يزيد لها لاعباء ديال الرياضة اللي يتعي بحاجة الى مجهود جبار جدا احنا شفنا دبائي ملاعب القرب اللي هي ملاعب ديال الطرفية باننا ما قدرناش نخرجهم الوجود بواحد نظام يعني مضبوط ومتشابه بين بكل الاقاليم والولايات والمودة المغربية وشفنا باننا البنية التحتية ديال الملعب الكبرى وديال القاعات الكبرى المتعدل ما قدرناش نخرجها كذلك بواحد الطريقة اللي تبيلنا باننا كينا سرعة وكينا سهولة في وضعها رهنا اشارة واحد تكتل سكاني موئية بشكل عادي وهنا خلانا كنظروا على عدم وجود عدالة مجالية رياضية على الاقل الان يعني المستخبار قصتها تكون ولكن على الاقل الان ما قدمناش على اننا في الواقع داب الحالي نرجعي ديال البيس ديال الاطليتيزم وام الرياضات يعني وحققت لنا اه انتصارات عديدة وابطال عالميين وسمعة المغرب في اللوقت اللي كانوا ما كيعرفوش قاع بعض الدواش كونو من روكو ولكن كانت منك تطلع الرأي والعالم الوطني ودهك العداء ودهك العداء كنا كان بقوت ترجو الصباح وطلاث الصباح باش نتابعوا واحد العداء ولا واحد العداء في واحد السباق دولي ولا واحد التظاهرة دولية اللي كان حسو بانه كيمت لنا ودهك العداء بسيطة رابيس كل هذه البتيران وفق المعايير كمال لن يتجوز المبلغتها بابعد شوف كنقول لك بأقصى أقصى جوج مليون درهم جوج مليون درهم تصوبها بجيك المعايير تعالي بحل البونجي لطاح ما يوقع لوالور جي لقدمتها وما يوقع لوالور بالتالي مقدرناش على اننا منها او ندروا اعادة اعادة هيكالتها انا كنت تكلم معك بصفة عامة جاهد المشروع هذا طلعنا عليه ومشروع قانون المالية اكو اي مواطن ولا اي مؤسسة ممكن يطلع عليه لقينا بان قطع رياضة مخصص لهم مبالغ هزيلة فين كلا فيه بانت ما بانتش لنا في المشروع كله فين هدي تبالك في اللجناع في اللجناع الفراعية اللجناع الفراعية هدي تخصنا كلها مبلغ فيه مشا باش يكون عندك انت الناجح والناجعة فيه تنزيل استراتيجية ديال الرياضة باش يكون عندك القطاع باش يكون عندك التكوين الاساسي باش يكون عندك تكوين المستمر باش يكون عندك المعاهد باش يكون عندك بنية تحتية في الجهة التناش بشكل اللي يعطيك واحد نوع من العدل الجغرافي اه تشيرها مكنش بشكل اللي هو يقدر يعطينا باننا مطمئنين لهذا العمل حكومي خلال الفين ثلاثة وعشرين انسي جما مع التطلعات المالكية لان التطلعات المالكية اكبر من هاتش اللي كين دابا وهنا كنقولوا احنا كمواطنين نخصنا نشاركوا باش نوصلوا يكون عندنا 4,000 توقيع هذا شيء كبير ذلك شاسمينها مذكرة الطرفة الرمزية اللي بيهنا فيها شنو السند واللي بيهنا فيها شنو السبب واللي بيهنا فيها شنو المخاوف واللي بيهنا فيها شنو هي المعيقات واللي بيقدمنا فيها المقترحات والتصورات اللي تخلينا باننا في الأسبوع الجاي نطلحوا نقاش عمومي ما نشوف ضروري نكونوا يعني واتقين 100% باننا ورحنا على صواب ولكن على الاقل نطلحوا نقاش واش مشروع ميزيقان واش مشروع دي القانون المالية دي الـ 2023 فيه لطمئنان لاستثمار في المجال الرياضي نقول لك مبدئيا ما فيش نقول لك من حقنا نقدمه ونقول لك بانه طلقينا التجاوب من عند كل المواطنين اللي تتظرنا معهم ولا حتى الرياضي اللي يتظرنا معهم على أساس ان هذا الأسبوع ان شاء الله سعلق بالجلسات الخميسية الجلسة دي العشرة نوامبير يلا تكون فيها المناقشة في الجنة الفرعية نكونوا احنا قدمنا واحدة وثقة ليهم باش ينبينوا اليوم بانه رحنا معهم واش نبينوا اليوم باننا احنا ننتظر واش نبينوا اليوم باننا لازمنا نتطلع يخرج عندنا قانون اطار دي الرياضة ليشدلنا الفلسفة المولوية والاهداف تاع النبي للعليا ويحطلنا لها واحدة لمصارية التنزيل لازمنا نتطلع باش يكون عندنا المجلس الاعلى الاستشاري المستقل للرياضة لازمنا نتطلع باننا يكون عندنا في كل جهة مععد جهوي لتكوين شابيه مععد موليرشين وبالمناسبة نازل لما مععد موليرشين عندكم 40 طالب سنة اولى و40 سنة ثانية و40 سنة ثالثة لان الاجزاء عندكم في هات السنين مال المصر عندكم كيكون فيهم عدد 22-22 والدكتورات 18 بالله عليكم اللي يستحقون هذوك 120 بانكم يطفروا لهم لامكالية تنوى بوجبة الغداء في هذا كل موليرشين وهما شي ساكن في قنيطرا وشي ساكن في تابريكت وشي ساكن في الرباط وشي ساكن في سلاق وشي ساكن كذا كيمشوا من الصباح وكي بقوا تسمى وانتما عندكم لاصل لك الريستو عندكم في كيدونستربوسات مئة وعشرين واحد يبقوا يغير ياك الوجبة الغداء هذي تكونوا بينكم حققتوا واحد الحاجة اسميتها لإحساس بهذا الطالب اللي يجي من مدينة اخرى هذا واحد تاني شي وش ماشي من حق باقي الجهات يكون فيها فرع او بحال معد موليرشيد لانه الطالب هذو خارجي الاجازة شنو الدور تعهم كي خرج طالب عنده تخصص في التدبير الرياضي عنده تخصص في الميكانيزمات اللي التعامل مع الرياضة مجاي بالمالي مجاني بالتقني مجاني بالقانوني مجاني كده ويمكن لي لانه يضبر متى احدى من القاعات يكون مو تضف في احدى من القاعات مثلا دي الشبا والرياضة ممكن كده وبتال هاد العنصر هادا محتاجينه هادا كنقولوا الاجازة ولا بغينا يكون ادناء ايطار اكبر قصوية المصر وبغينا يكون احنا نتكلموا الاد مية وعشرين هذو على الاقل الى ما تطفرش لهم الامكانية ديال الغداء را كان ممكن طفله من كان يديا الايواء لان مية وعشرين باش يمشيوا يكريوا على براه ومن اوصر بسيطة ما كان ساهموش انا ننصفته ونخرج واحد شاب على الاقل دوز واحد تلسني ومرتاح وهدي قدر يعطي احنا كنخرج واحد شاب دوز واحد تلسني وكل عانات ومعانات وكي ينزل على الاسرات تاعه من خلال المصاليف وبغينا يخرج وبدأك المبلاغ البسيط الذي ياخده كمو تضاف لك واحد ايطار في شي مؤسسة خاصة للتربية البدنية بغينا به باش انه ينطارق ويكون متوازن ومهم يمكنش عنده دين للأسرة تاعه وعنده واحد الجامعي في الجهة اللي كانت تساعده وبالتالي يمكننا نفكره بحال بكه وغلي ما لا يكون عندنا بحال هادو يكون عندنا في كل جهة من الجهات وما يكون عندنا العدد مختصى على 40 في السنة يكون عندنا على الاقل 120 في السنة لاننا ذهب اليوم تلقينا بانا كين عندنا ملاعب القرب عندنا القاعات عندنا فرحنا شفنا بانا المنتخب المغريبي داخل القاعة حقق انتصارات ولينا كان قوله بانا هذا الرياضة هادي مو يستراوي من الجامع ويمكن لها ما كانت امن بشبه بالزاف دير الشروط اللي كينا في كورة القادم بشكلة على احتيرة فيه فرحنا عجبنا الحال يك فرحنا بمنتغة ابنات وقلنا بخير الحمد لله دب اي الجامع ولا تفرضت على النوادي يكون عندهم فارق اللي بنات وكون عندهم فارق ديال نسوي وفارق ديال داخل القاعة ورحنا ممكن نرى ما شير هذول كينين رحنا رياضة اخرين رحنا نرجعو الالعاب القوى نرجعو القيمة على الكوبرا ونرجعو الفوليبول ونرجعو الريكبي ونرجعو الباسكيتبول ونرجعو الرياضات اللي كنا كبرنا معها وكيك بوكسين يقول بوكس ورياضات المتفرعة على فون الحرب فيما مشوه المغربة كيشاركوه وكيجيبوه ميداليات عالمية وكان هنا الابطال المغاربين يشاركوه في وطولات العالم الغطس اللي حصدوا اكبر عدد ميداليات في دهبية والدرجات ابهروا كل مشاركة من الدول اخرى وحنا لحد الان ما شفناش بعينينا بان هو هاد الابطال هادو تقدموك قدوة او تتعامل معهم كنموداج وهاد الشي اللي خصنا نديره وستحفيزي كل بطال بان كيلا مشيتي قريتيم زيان ومشيتي وصلتي لحققتي واحد نتيجة وطنية ودولية ها هو الشرف تاعك في الوطن تاعك والتكريم تاعك في الوطن تاعك كيفيش هدي يكون وهذا اول غاية دينا ونتمنوا باننا نتوفقوا من خلال لمذكرة الطرف وعية ليه بكم كصحافة وبكم كمواطن وبكم كمحبي الرياضة يمكن نصوص صوتنا لمشريع ونصوص على البرلماني ونصوص على الرؤاسة والغرف وكذلك الناس يكون في اللجنة الفرعية دي مناقشات ميزانية الرياضة باش يحسوا بانه رأى الانتظارات تاعنا اكبر انتظار تاعنا اكبر من هاتشي اللي هو كين في هذا المشروع دا وهدي هي الغاية تاعنا وبالمناسبة انطلقنا في التكوين فيما يتعلق القوانين الرياضية وكان لقاء ديال اقادير مع رابطة صحفي الرياضي في اقادير وكذلك مع نقبة صحفي الرياضي بالريباط كان لقاء رائع لنتقاسم الهم ونتقاسم تحدي ونتقاسم الرغبة وهذا هو المطلوب وهذا هو الغاية ونتمنى ان تفقوا معكم وشكرا لكم